الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالأخت كان لها سؤال آخر يسأل عن زكاة الحلي إذا بلغ الحلي إذا كان ذهبا إذا كان ذهبا النصاب وجبت فيه الزكاة أو كان فضة ووجبت فيه الزكاة أما سائر أنواع الحلي من زبرجة وألماص ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا كانت عروضا للتجارة أما الذهب والفضة فالظهر والذي تشهد له الأدلة أن زكاة تخرج وذلك لأن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أو عفوا وعليهما سيوران من ذهب قال أتؤدياني زكاة هذا قالت لا قال أتحباني أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة قال تالا قال أدي زكاة ثم إنه ذهب ولقد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقنا في سبيل الله فبشيرهم بعذاب أليم قال ابن عمر رضي الله عنهما أيما مال أديت زكاة فهو كنز فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وأيما مال لم تؤد زكاة فهو كنز ولو كان فوق الأرض ثم إن النبي قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار وليس هناك فيما علمته وبعد البحث أي دليل مرفوع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلت الزكاة عن الحلي وحديث ليس في الحلي زكاة حديث باطل لا يصح هذا فعليك أن تخرج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب والله أعلم